مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي تجاب المركز كنقوله اعتشي اعتشي راقي شركة من الشركات المهم كان مركز وكين مخفف لكيتباع رخيص الثامن بتربية الايراني نعطيكم لما نستخدمه هل هو معاقب 100% يعني ممكن ان بحث بقنات دي دي يعني الكاج ديما كيكونوا كي تلقوا فيهم واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن أنا نرشو هاد القرور الخلط شوية ديال معهد شوية ديال الماء مشي من لاب ما يكون يعني كله قرور وإنما هكا بها الطريقة الرشو الجوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الالانب هكا هكا مشي مشكل هدا من جهة يعني كان نعقموا به الكاش يعني كان نهضروا على الكاش يعني ممكن أن نمسحو من بعد بوحد الشيطة هاد الاسلك يعني الرشو به ونمسحو هاد الاسلك هدا واكتري القاعدة يعني تلفوق مشي مشكل يعني القاعدة يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كدرش رهم زيانة ولكن مع المدة كانت كتولي يعني عنده واحد اللون شبه أبيض منين تشوفوا اللون شبه أبيض يعني يرى ذاك الفضلات كتطيح ولكن لا 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 يعني الفضلات ديالهم يعني البول ديالهم أعزكم الله كي يبقى في ذاك الاسلك انتم ما رشوا عليه بوحد الرشة وحكوا بالشيطة يعني هدا دور من من أدوار ديال القرور القرور عاود ممكن يستعملوه الناس اللي كينين في العروبيات يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كي يشبدو المياه من 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 بتجبار يعني بئر كي يشبدو منو الماء وكيشربو منو ماء وكيشربوه منو الأرانيب كل librariansوا متأكدين ان هذا الماء إلا مشаться دور منو الأرانيب ماشيها Навشي هدى يضرهم ولكن كي يكون عندهم واحد البول ديالهم كي يقولي أحمر مدمم يعني الشحاموعد يقولك انا عندي الارانيب ديالي في العربية وولبول ديالهم أحمر يعني ما إلا لون أحمر ولم كيفهمش علاشه شيء لمشي لاشي مراد ماشي مراد ولكن كي يقول لك انا هم عايشين بهالطريقة ولكن كيلاحظ ان البودية لهم مرة مرة كيقول لي احمى هدا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن اننا نديرولها يعني في واحد البودية كبيرة ما زالنا خمسة يطرو ممكن نديروا واحد الغلاقة نص غلاقة مثلا يعري شوية ديالش ديال الكلور يعني اسمه هو الكلور جافيل جافيل ممكن ديروا واحد معي يلقى معي يلقى في طرو معي يلقى في يعني اغلاقة في خمسة يطرو و الكمية اللي درتوها اراها اخذ دام اللي ماشي غيمة كبتروش ماشي غالي واحد غالي يدير كاس مثلا في خمسة يطرو هدا من جهة يعني هدا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني ارا كتكون تهيام داوية لاحظوا انكم اني كتشدو المياه ديالكم كتكبوها اول مرة كتلقوا واحد تشنشين حنقولوا بحال شكل ديال يعني الاسبيرين مين كتديروها مع الماء كتقطلها واحد تشنشين هدا كتشنشين اسمه هو ذكره ما مداوينو يعني كين كلور ولكن كين مواد اخرى تموت ديرون سموم ديرو معاه معي لقا ديال جافيل ديروها معاه باش كيحيد هدا ك السموم اللي كتكون في الماء اضافة انه يعني الكلور المشي المخففين يعني الاتشي ناكن قلوا قاتشي الناس كي معروفين كيقلوا قاتشي كيكون واحد الليتر كيتبع بسبعة ديال همونس هداك الناس اللي عندهم يعني هادي معلومة رافيت كيلينها وكان رددها ديما باش يعني يعني نعاون خوتي باش ميتيحوش في واحد الفخ ديال الجرب يعني كيكون شو عندكم الجربة يعني اللي السر جربة مشي ديال الاذن مشي تتصمغوا الاذن لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاح لها الشعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين مني نشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة ديرو نص كاس ديال زيت العود ونص كاس ديال القلور يعني اعط شي هي نفس الكيمية مني تشوفوا نص الكيمية كما كانت نص كاس ولا معلقة معلقة ولا اي حاجة المهم من نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطوكم واحد المحلول تشدوه حل القطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة وتمسحوه ومن احسن تكون قطنة وتمسحو به المناطق اللي مضربة بالجرب كونوا متأكدين على ارا غادي تشكروني بزاف على هاد المعلومة هادي لان الناس كي خافوا من جارب ديال يعني تساقط الشعر ان يتفكروا معايا نفس الكيمية ديال لacaksاول الزيت العود زيت العود الزيت العود الخيصة ماشي الغالية ولا الحائدة الزيت العود عادية نفس الكيمية اللي كتدروها كتخلطوها مع اي اه لا اتشي وقد تمسحو المناطق اللي مضربين بيها لمدة 3 يام من ها الرابع ان شاء الله كي يجيب الله تيسير إذن الحلقة كانت نتاثر على الصوت النقاقية للدجاج لأنه أوقيتهم هذه باش كي يوضعوا البيض يعني كي يبقوا يجيروا هذا الصوت هذا كان أعتقد أن هذا الحلقة يعني رها مهمة يعني الكلور رها مهم مهم عنده فوائد بالنسبة للأرانيب بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندكم واحد اللتر ديما محطوط على جن ديما إما خدموه في الأخر الولادات هما نقيوا به نسحوا به ذاك الولادات لأنك تكون الأنثة عادة ولدت مني مني دون زوحة لوقيتها ذاك الشعر ديالها والدم مني كي يكون ثمة من لابد ما تغسلوها ذاك الجيها بالكلور ذا هي هذه نقطة مهمة يعني أي حاجة رها مهمة فيها الكلور الكلور أشكل يدير؟ كيعقم هو معاقم يعني الأمراض اللي ممكن أنها تصيبكم من إما جاراب إما يعني محويج ديال الجاراتين كلها ديما يكون عندكم واحد ليقروه ديال الكلور ممكن تخلطوهم على المبحل هكا بشير الشاشة ولا هكا مهم أنكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كادواء كادواء يكون عندكم مع الأدوية الكلور يكون عندكم مع الأدوية إذن الحلقة ديالنا هي ديكم شكوكم على التعاليق طيبة ديالكم ما تنسونا زر جام اضعوا زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة